اشتركوا في القناة تأهل بركان بشكل رسمي على عكس مباراة الذهاب التي أكد فيها خسارة اتحاد العاصمة على البساط الكاف لم يعلن نتيجة مباراة الإياب ولم يعلن نهضة بركانك متأهل ولن تستغرب إن عرفت الأسباب الكاف استشعر خطرا حقيقيا ولعل بعض التسريبات التي وصلت لأعضاء الهيئة الفاسدة في إفريقيا من محكمة التحكيم الرياضي أكدت أن التاس يتجه لإنصاف اتحاد العاصمة في قضيته وهو ما جعل لقجع وجماعته يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه وخاصة وأن عواقب أي قرار ستكون وخيمة وستصل لحد تجميد المكتب التنفيذي للكاف بتهمة الفساد الرياضي وانتهاك قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم نعم هنا الكاف تحاول التحايل بحيث ستجعل القرار يمر على لجنة المسابقات ولجنة الانضباط والمنازعات في الكاف وانتظار قرار التاس الأخير والذي لن يكون هناك رجعة ولن يمر مرور الكرام خاصة وان رفعت الاتحادية الجزائرية تظلما على هيئة موتسيبي في خطوة ثانية حينها ستتعرض بكل تأكيد هيئة الفاسد الجنوب إفريقي للمساءلة القانونية ويكون مطالبا بتوضيح على أي أساس قانوني بنت عليه الهيئة الفاسدة قراراتها بخسارة الاتحاد إذن فعدم إعلان خسارة اتحاد الجزائر بشكل رسمي هي خطوة استباقية خبيثة من الكاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس للبث في خلفية المباراة أو التراجع كما يعتقد البعض كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد